الله أكبر والله الحمد اللهم ستد يا ربي الله أكبر والله الحمد المحرقة لا سواها هكذا ترحب مأرب بالدخلاء عليها نار وبارود ومعارك على أشدها المترجع فيها مقتول والنفس فيها قصير والبقاء لمن تمترس واستند إلى جبل يعصمه من طعنة الظهر إنها مأرب التي تخوض اليوم معارك الجمهورية الأهم والأنكة تماهت بلهيبها نار الصراعات الحزبية والطائفية والقبلية ووجه الجميع سهامه صوب إيران عبر ميليشيات الحوث الإرهابية التي تحاول اليوم جاهدة أن تغطي على كل هذا اللهيب بإعلان انتصار زائف بالصوت والصورة وواقع الأحداث هذه المعارك الشرقية معسكر ماس وتحديدا جوار سائلة الجميدر ونبعة والذي تم التمكن بعملية استخبارية من تحديد وتدمير مخزن أسلحة مستحدث والذي كان يعتبر مؤخرة لجبهة الحوثي ورافدا لها في الهجوم على المعسكر الذي توالت السيطرة عليه من الطرفين في عمليات مد وجزر شمالي غرب مأرب وتحديدا في جبهة الكسارة أكدت القوات الحكومية استعادة السيطرة على موقع ملبودة لم يكن النصر هنا والسيطرة سهلة كما يراها البعض بل أن الخسائر البشرية تبلغت منتهاها في أشد الجبهات لهيبا والذي تقول الموازين العسكرية أن القوات الحكومية وأبناء القبائل لهم الغلبة في هذه المربعات وقد تم استعادة مواقع من قبضة الحوثيين غربية قرية الزور في صرواح غربية مأرب وهي آخر معركة ستكون نهاية ميليشية الحوثي في هذه الأرض المقدسة هنا صرواح سوف نبيدهم ونحرقهم وبعدها بإذن الله سوف نعود إلى صنعاء وإلى آخر معقل الحوثي الذي يبدو متلهفا للدخول إلى المدينة كان قد هاجم الصرواح بإثنى عشر نسق قتاليا وتحديدا في وادي ذنع ويظهر من خلال النتائج الهجوم أن القوات الحكومية والقبائل قد استعدوا جيدا لمثل هكذا هجوم بالمخانق والخنادق والتعامل على قاعدة الكمائن التي استنزفت الأربعاء من ميليشيات الحوثي عددا كبيرا يستوجب حضور الصليف الأحمر لانتزاع جثث المقاتل الحوثي الذين رحلوا بلا عودة وعلى ذكر الكمائن والمصائد التي يرسمها أهل مأرب لميليشيات الحوثي كانت مدغل الجدعان بقبائلها نصبت كمينا محكما لعناصر ميليشيات الحوثي أصفر عن أكثر من عشرين قتيلا حوثيا وجريح وفي المقابل أيضا السشريا أحد رجال القبائل وأصيب ثمانية آخرون ويظهر من خلال هذه التحركات القبلية أن مدغل ما تزال محل شد وجذب بين القبائل والميليشيات التي تريد أن تجعل منها ممرا لآلياتها العسكرية ومعداتها معسكر كوفل الذي سولت الميليشيات على أجزاء واسعة منه يظهر أن قدمها ليست بذلك الثبات ولم تستطع الميليشيات إلى الآن التموضع في المعسكر بما يضمن لها مرحلة التأمين فخاطر جبهة المشجح المتاخمة لكوفل تهدد الحوثي بالسمرار وقد نزف الحوثي جراء الهجوم المتقطع على كوفل من المشجح أعدادا كبيرة من مقاتلي الذين يتموضعون اليوم في خانة الدفاع للهجوم وفيما يظهر أن القوات الحكومية والقبائل عازمون العودة إلى المعسكر وواقع الأنباء من هناك يقول أن لا تقدم قد حدث ومن خلال استطلاع الأنباء الواردة من مأرب يظهر أن هناك خمسا من الجبهات جبهة الكسارة إلى صرواح في وادي ذنة ووصولا إلى جبهة المشجح في كوفل وسائلة الجميدرة ونبعة ومدغل كلها نار وشرار على الحوثي بل أن واقعها بعيدا عن المبالغة يقول أن الميليشيات بعيدة عليها قلب الموازين نتيجة الاستنزاف المستمر لها منذ أكثر من عام وخصوصا خلال الأسبوعين الماضية والذي أخذت من الحوثي عددا كبيرا من المقاتلي بمختلف الفئات العمرية والانتماءات القبلية والعرقية اشتركوا في القناة